ازايكم يا جماعة واهلا بكم في فيديو جديد مؤتمر قبل للمطورين لسه خلصان دلوقتي حالا وقبل اعلنت عن حاجات حماسية جدا منها الهاردوير ومنها السوفتوير ولكن في الفيديو ده خلينا نركز على انظمة التشغيل الجديدة اللي قبل اعلنت عنها وبقرة هنزلكو فيديو مخصوص فيه كل المميزات بتاعة الهاردوير الجديدة اللي قبل اعلنت عنها فخلينا في الفيديو ده نعرف ابرز مميزات السوفتوير اللي قبل اعلنت عنها بس هب لكم نبدأ الفيديو اقل عادة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب يلا بينا خلينا نبدأ اول حاجة بالاي او اس خلينا نبدأ بتطبيق الاتصال قبل قدمت ميزة جديدة اسمها كونتنت بوستر الميزة دي باختصار هتخليك تقدر تعمل بوستر مخصص لكل شخص بيكلمك تقدر تختار صورة او تعمل ميموجي معين وكمان تقدر تكاستمايز البوستر ده كمان قبل قدمت ميزة اسمها اللايف فويس ميل الفويس هنا انك لو مشغول ومفعل الفويس ميل وحد كلمك الرسالة الصوتية اللي بعثها لك هتقدر تتحول مباشرة لكلام تقدر تقرأه فلو المكالمة عاجلة تقدر ترد كمان قبل حدثة تطبيق الفيستايم وتطبيق رسائل في تطبيق رسائل قبل طوارد البحث في التطبيق مع اضافة الفيلترز كمان تقدر تبعد فويس نوتس عن طريق تطبيق الميسجس عادي جدا وتقدر تبعد اللوكيشن بتاعك وتقدر تعمل اتشيك ان لما توصل لمكان معين ولو حصل مشكلة قبل ما توصل للمكان اللي انت محدده الموبايل بشكل تلقائي هيبعد بعض المعلومات المهمة لأي كونتنت انت هتحدده زي مثلا انت كنت فين اخر مرة وجرها كتير من الحاجات كمان قبل اضافة الستيكرز لتطبيق الميسجس وتقدر تستخرج طبعا اي ستيكر من الصور كمان قبل قدمت ميزة جديدة اسمها نيم دروب والميزة دي باختصار بتخليك لما تقرب الموبايل بتاعك من اي ايفون تقدر تتبادل معها الايفون ده المعلومات المختلفة وده بيسهل جدا النقل عن طريق الايردروب كمان تقدر تبعد مسافة كبيرة والملفات تقدر تنقل عادي جدا كمان قبل قدمت ميزة جديدة في الكيبورد اسمها اوتو كوريكت الميزة دي هي نفس الميزة القديمة ولكن بقت بتعتمد على الزكاء الصناعي في تصحيح الكلمات قبل بالفعل بقت بتستخدم language model شبيه بشات جي بي تي عشان تقدر تصحح لك الكلمات الغلط كمان وانت بتكتب الزكاء الصناعي ده هيقترح عليك انك تكمل الجملة بطريقة اسكة كمان ميزة الدكتيشن بقت بتقدر تتعرف على صوتك بطريقة افضل وتحول صوتك لكتابة بطريقة افضل قبل كمان قدمت تطبيق اسمه journal التطبيق ده باختصار هتقدر تعمل مذكرات لرحلة معينة مثلا فيها معلومات كتير زي المازيكة اللي انت سمعتها والمكان والصور وغيرها وتقدر تستخدم التطبيق ده انك تعمل مذكراتك اليومية الفكرة هنا ان التطبيق بس مش هيديك المذكرات على شكل كتابة ولكن هتقدر تضيف الصور واللوكيشن وحاجات كتير تقدر تستخدمها عن طريق الجورنالينج كمان قبل قدمت ميزة جديدة اسمها stand by الميزة دي باختصار بتقدم لك معلومات لما تقلب شاشة الموبايل بالعرض هتقدر تعرض معلومات زي الساعة والصور والكالندر وكمان هتقدر تضيف ووجت على المعلومات دي الوجت دي ممكن تكون للتقس وغيرها كتير من التطبيقات حتى بتاعة الطرف الثالث كمان الميزة دي زكية بحيث انك لما تنام الموبايل بيعمل ديمينج ويقلل اضاءة الشاشة كمان دلوقتي بقى عندنا ووجت تفاعلية الوجت الحالية بتعرض لك معلومات بس بتظهر على الشاشة اما الوجت الجديدة تقدر تتفاعل معها تقدر تغير اعدادات في التطبيق تقدر مثلا تشغل الميوزك وتوقفها وغيرها كتير من الحاجات الميزة دي اتقدمت معها الايباد او اس ولكن بتشتغل على الايفون عادي جدا طيب النظام ده هيدعم ايفونات من اول الايفون كام وللأسف قبل اعلنت ان الايفون 10 والايفون 8 والايفون 8 بلس مش هيدعموا الايو اس 17 واول الايفون هيدعم الايو اس 17 هو الايفون 10 اس والايفون 10 اس ماكس والايفون 10 ار اما عن نظام تشغيل الايباد او اس قبل اخيرا اضافت الوجت للهوم سكرين زي الايفون بالزبط وأضافت مميزات اللوكس كرين الموجودة في الآيفون في الآيو اس 16 للآيباد أو اس 17 عادي جدا كمان قبل لأول مرة تضيف تطبيق الهيلس للآيباد وقبل قدمت مميزات جديدة في التعامل مع البي دي اف وتقدر تعدل على البي دي اف عن طريق تطبيق النوتس وتقدر تضيف حاجات من البي دي اف أو تاخد حاجات كوبي من البي دي اف كمان دلوقتي هتقدر تعدل حجم الصفحات في الستيج مانجر وبالنسبة للواتش او اس قبل أضافت الواتجت للساعة والتظهر لما تحرك الكراون كمان قبل عملت تطويرات على التطبيقات زي الساعات العالمية تقدر تتحرك بين الساعات العالمية بشكل اسهل كمان عملت تطويرات على الحلقات بتاعت الاكتيفتيز بتاعتك وأضافت اتنين واتش فيس جداد كمان قبل أضافت مميزات جديدة لراكبي الدرجات ومتسلقي الجبال وأضافت حاجة اسمها المود لتطبيق الهيلس على الساعة والآيفون والميزة دي بتساعدك على معرفة معلومات عن صحتك النفسية أكتر كمان قبل قدمت ميزة اسمها فيجين هيلس الميزة دي بتديك معلومات عن الوقت اللي انت قضيته تحت أشعة الشمس وتقدر تتطبع الموضوع ده مع أطفالك وتشوف هل هم بيقضوا وقت تحت أشعة الشمس كافي ولا لا كمان قبل قدمت الماك او اس الجديد الماك او اس الجديد هيكون اسمه سينوما وقبل أضافت بعض مميزات الاي او اس والايباد او اس للماك كمان قبل قدمت ميزة السكرين سيفر للماك ودلوقتي كمان تقدر تضيف الودجت للدسك توب في الماك كمان تقدر تتحكم او تشوف وودجت الآيفون من الماك مباشرة وقبل قدمت ميزة جديدة اسمها جيم مود للماك الميزة دي هتقدر تمكنك انك تستخدم الماك في الألعاب بشكل اكتر احترافية وقبل بالفعل جذبت كتير من المطورين انهم يضيفوا ألعاب للماك كمان قبل أضافت مميزات جديدة للفيديو كولز وتطبيق الكونفرنس وأضافت مميزات جديدة لسفاري مميزات أمنية وكمان الويبس أبس دلوقتي تقدر تحول المواقع لتطبيقات مباشرة تستخدمها من خلال الماك كمان قبل قدمت ميزة جديدة للإيربادز الميزة دي بتدمج لك النوز كانسلينج وكمان الترانسبرانسي مود فبالتالي الميزة دي بتخليك ما تنعزلش بشكل كامل عن العالم اللي حواليك ولكن في نفس الوقت بتحجب لك الأصوات اللي مش مهمة خليني قبل منه الفيديو أنا أولا حاجة مهمة جدا وهي أن أنظمة التشغيل دي مش هتكون متاحة للمستخدمين جير في شهر 9 القادم مع إصدار الآيفون 15 وبس كده يا جماعة الحد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى يارب بيكون عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب سلام